التحالفات بقى شكل التحالفات بعد هذه الحرب يعني كان قبل الحرب دي العالم له شكل الآن العالم شكله متغير لأن مثلا تلاقي مش بس الصين تلاقي دولة مثلا زي الهند عندها موقف مختلف دولة زي تركيا عندها موقف مختلف الشرق الأوسط أيضا دول زي السعودية وزي الإمارات عندهم موقف مختلف فهنا شكل العالم بعد هذه الحرب هيطلع ازاي التحالفات وشكلها ازاي لا من الصعب لأني كانت لسه في مرحلة الزلزال زي ما انت قلت الزلزال ببقى له توابع فاستني بقى ما كل حاجة تتهدم وتبتدي نبص إنما بيبقى فيها دايما عملية فرز يعني اللي انت بتكلم عليه عملية فرز للمواقف في المرحلة دي من المعركة اللي هي موجودة أنا رأي التركيز لازم يكون في الرؤية التحليلية على القوى الكبرى القوى الأقل لسه بتستجمع يعني اللي هي حتى رجل هنا ورجل هنا حتى الصين الصين لا تقر القرم لا تقر الغازو ومع ذلك ومع ذلك بتؤيد فأنت عندك مواقف مختلطة من هذا النوع الهند انتنعت أيضا عن التصويت فلم تصوت ضد ولا معه ففي الناس اللي عني الفنس في تطور جديد أنا رأيي حاصل في المنطقة العربية التطور ده جزء من الحل في رأيي لمواجهة هذه الأزمة ان كلما الاقليمية الجديدة بدأت تتجذر غير الحاجات اللي ممكن نعملها داخل مصر نفسها انما على الوضع الاقليمي أنا رأيي انه لابد يكون من نوع من الانسحاب شوية من العالم او نتأكد ان حل مشاكلنا لن يكون قادما من بعيد لابد ان يكون قادما عن قرب وانا مثالي دايما في كده اثناء الحرب العالمية التانية لما الغواصات الالمانية منعت حركة الغذاء والملبس وكده عملوا حاجة اسمها ميدل ايست سابلاي سنتر ان هي قيمة على التعاون بين الدول الاقليمية والدول الاقليمية في الوقت ده كانت مين مصر فلسطين وسوريا يعني في حكاية انك تدوري على الغذاء اللي نواقص الملابس او الحاجات اللي علاقة الحاجات المرتبطة باساسيات الحياة اثناء الحرب العالمية التانية احنا بنواجه بوقف موقف قريب من ذلك لما نقول سلاسل الامداد ده التعبير الحديث عن الغواصات الالمانية اللي منع سلع انها توصل في الوقت المناسب فاللي عايزة اقوله انه الوضع الاقليمي عندنا بالعلى العكس يعني نلاحظ انه منذ اعلان العلا بدأت تغيرات اقليمية في العلاقة بقطر في الاول ثم بعد كده على تركيا ممكن لسه العلاقة مع ايران سيئة لكن بدأ كلام ما كانش موجود قبل كده لكن اللي هي من ان الكتلة العربية في ذلك اكثر تناسقا من اكثر من اي وقت ماضي يعني كانت هذه الحرب فرصة لتقارب اكثر او لتكتل مختلف في الشرق الاوسط بمواقف مختلفة انا عايزة اقول ان احنا لسه الغد اللي ما بلورناش موقف من العالم ما فيش في البيانات بتاعتنا بتقول احنا كذا غير البيان الرئيس السيسي لما قال في الكوب 27 بيطالب وقف الحرب وانا رأي انه يكون ده موقف عام من الدول العربية لكن في نفس الوقت احنا عارفين ان نسيج وقف الحرب او تصعيدها وابتدت اللي انا عرضته في الاول كان قليات التصعيد اللي موجودة الى انه فيه تشدد كبير جدا من زيلينسكي وهو واخد موقف بطولة كبير الان في العالم الغربي وهو رافع السقف جدا عايز كل حاجة يعني ده موضوع عموما عايز اقول انه انبدت فيه او داخل فيه موضوع التصعيد وبوتن نفسه ايضا بتحدث عن اسلحة جديدة وبدأ عملية التعبئة الشعب الروسي من ناحية التجنيد الى الحرب فاحنا عندنا دوافع التصعيد موجودة وعلينا ناخد ده على انه معطى بالنسبة فهنا السياسة الاخليمية انا عايز اقول ان احنا علينا نراهن انه ربما موضوع الغذاء اللي بيجي من اوكرانيا حاليا من خلال اتفاقيات جزئية انه يتوقف هتجيبه منين هتجيبه منين ها يبتعمل ديفرسيفيكيشن او يعني اولا نسرع بالديفرسيفيكيشن على قدر ما نستطيع ندور في المنطقة بتاعتنا فين اللي حنقدر نجيبه او ندور على نطاقات اكبر يعني هنا ده وقت للتفكير يعني مش هقول المبكر نحن نتكلم على شهور يعني نتكلم على لو العام القادم نتكلم على عملية التصعيد انا يعني يمكن يبقى في بعض المحاولات اللي قامت على ندار الرئيس ان احنا نحاول نجمع ناس زي احنا والهند وبعض الدول انه ندفع العالم الى الدعوة الى وقف اطلاق النار والمفاوضات لكن ده ممكن جدا مع دول الاقدار بتاعتها عمالة تتصدم بشكل عنيف جدا انه ده ما يقديش للنتيجة اللي احنا عايزينها فيبقى عندنا الجانب الاساسي والاعتماد على الذات داخل مصر تاني حاجة الاعتماد على الاقليم لكن دعونا يعني نقوم مع الاقليم من الان لتنسيق التعامل مع هذا الموقف ولا ننتظر حتى نصل اليه يعني لو بيلوروس دخلت هيبقى عندنا عملية حرب يعني الكلام عن حرب عالمية تالتة ما يبقاش بعيد عن الرؤية اللي احنا هنشوفها انا لازم اخرج فاصل بس دكتورة نوها يعني دكتور عبد ننعم في بداية كلامه قال انه هذا عام خطر اللي هو العام القادم متفق مع هذا الرأي وشايفة يعني هل ستنتهي الحرب العام المقبل ولا احنا في عام كامل من الحرب سريع لا اعتقد انه هيبقى فيه يعني معرفش عام كامل لكن لا احنا قدامنا شوية في الحرب مستمر هل هيخرج من هذه الحرب خاسر ورابح اعتقد انه دايما في الحرب الاتنين اللي خارجين خسرانين لكن انا احب انه بعد الفاصل يعني اصطفيد في اللي قال الدكتور عبد ننعم في امكانية انه يكون فيه في الازمة فرصة اشتركوا في القناة